ترجمة نانسي قنقر باستخدام تقنية المحاكاة والعالم الافتراضي لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية على أساسيات مكافحة العدوى لمرض الكورونا الجديد أطلق المستشفى العسكري ورشة تدريبية تعاون فيها مع وزارة الصحة لتدريب جميع الكوادر الطبية والتمريضية بالوزارة وكافة موظفي الإسعاف الوطني بمملكة البحرين عملنا فريق متكامل فشكلنا لجنة عرفنا النواقص اللي عندنا كيف نطورها وبعدين ياتفكرة تنفيذ سيناريو وهمي اللي أشاد فيها معالي الفريق الشيخ محمد بن عبد الله وأمرنا أن نطبق هذه التجربة مو بس على طاقم الطبي في المستشفى العسكري فبدأنا من حوالي تقريباً أسبوعين بدأنا نوسع الدائرة وشملنا جميع أفراد طاقم الطبي الموجودين في مملكة البحرين ونعطهم نبذة عن الأشياء اللي تطورت في موضوع الفيروس الكورونا وبعدين نيبهم على طول إلى قرفة الطوارئ اللي عندنا هنا اللي هي مخصصة إلى كذا أجزاء آلية واستراتيجية مدروسة وضعت بدقة عالية للتعامل مع المصابين والمخالطين لهذا الفيروس وكيفية استقبال المصابين وعزلهم مباشرة عن باقي المرضى بدون حدوث إرباك في تقديم الرعاية الطبية للمرضى خلال عشر دقايق من وصول المريض المفروض يكون في المكان المناسب له فكلما قللنا الفترة الزمنية من وجود المريض في أماكن مخالطة معناتها زادت فرصة احتمال إصابة الأشخاص الثانين فيما عملنا السيناريو حسينا الوقت المثالي يكون ما بين عشر دقايق لكن يجب أن يكون المريض المراحل اللي ينتقل فيها مدروسة عدل معلومات متكاملة يتلقىها المشاركون في الورشة لمجابهة هذا الفيروس في حال وصوله إلى البحرين من أهدف هذه الدورة هي تسليط الضوء على تقنيات الحديثة التي تستخدم لفارز الأمراض التنفسية بالخصوص فيروس كورونا المستجد وفي نفس الوقت لنشر ثقافة الوعي ما بين العاملين الصحيين وذلك لحماية أنفسهم ولحماية المرضى والمجتمع لتبقى البحرين بيئة صحية آمنة الدورة التجربية لكيفية استقبال المريض المشتبه به بصابته بالفيروس كورونا الجديد وكيفية التعامل مع المريض من لحظة استقباله من الموقع إلى المستشفى والتعامل مع الحالة في وقت قياسي بجهزية عالية أصبحت الكوادر الطبية في البحرين قادرة على التعامل مع الحالات المشتبهة فيها طورة وصولها إلى المستشفى في وقت قياسي فيه فريق متكامل أن كل واحد يؤدي مهامه في نفس الوقت أنا أقول حق النصيحة حق الجمهور مدلما أن أشغل بالي بالأدوية والأشياء هذه اللي هو مهمة لكن هل أنت حافظت على أهم أشياء اللي تمنع حدوث هذا المرض؟ يأتي إطلاق هذه الورشة في هذا التوقيت من قبل إدارة المستشفى العسكري لتؤكد على أنها تعمل بشكل دؤوب على الصحة العامة في البحرين وفق أعلى المعايير العالمية ورشة تدريبية متكاملة تتولى تهيئة العاملين في القطاع الصحي لاستقبال أي حالة مشتبه فيها بفيروس الكرون الجديد من خلال مشهد تمثيلي يوضح طريقة التعامل مع المصاب خولة لجرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر